في هذا الفيديو سنتحدث عن أعراض نقص هرمون ميلاتونين وتأثيره على الصحة والنوم هرمون ميلاتونين هو هرمون النوم الذي يلعب دورا حاسما في تنظيم دورة النوم الطبيعي لدينا عندما يكون هناك نقص في إنتاج هذا الهرمون الهم يمكن أن تظهر بعض الأعراض التي يمكن أن تؤثر على صحتنا وراحتنا تابع مشاهدة هذا الفيديو للتعرف على الأعراض الشائعة لنقص هرمون ميلاتونين وكيفية التعامل مع هذا النقص أولا صعوبة النوم أحد الأعراض الرئيسية هو صعوبة النوم إذا واجهت صعوبة في النوم بشكل متكرر فقد يكون هناك نقص في هرمون الميلاتونين هرمون الميلاتونين يلعب دورا هاما في تنظيم الساعة البيولوجيا الداخلية للجسم ويساعد في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ ولكن عندما يكون هناك نقص في هذا الهرمون فإن توقيت النوم والاستيقاظ قد يتأثر وقد تجد صعوبة في الاسترخاء والسكون عند الذهاب إلى الفراش ثانيا الاستيقاظ المتكرر خلال الليل عندما يكون هناك نقص في هرمون الميلاتونين فإن الاستيقاظ المتكرر خلال الليل قد يكون واحدا من الأعراض التي تدل على نقص هرمون الميلاتونين عندما يكون هناك نقص في هذا الهرمون قد يتعرض نمط النوم للتشويش وقد تجد نفسك تستيقظ بشكل متكرر في الليل وتجد صعوبة في العودة إلى النوم يمكن أن تكون هذه الاستيقاظات متصلة بفترات قصيرة من النوم العميق وبالتالي تؤثر على جودة النوم والراحة العامة ثالثا الاكتئاب هناك علاقة قوية بين مستويات هرمون الميلاتونين والاكتئاب عندما يكون هناك دطراب في الساعة البيولوجيا للجسم ونظام النوم يتأثر التوازن الكيميائي في الدماغ بما في ذلك مستويات هرمونات مثل الميلاتونين والسيروتونين هذا الاضطراب قد يزيد من احتمالية حدود الاكتئاب أو تفاقمه لهذا إذا كنت تعاني من نقص هرمون الميلاتونين فقد تلاحظ أيضا تغيرات في مزاجك ومشاهر القلق والاكتئاب في النهاية وبعد التعرف على أعراض نقص هرمون الميلاتونين يجب عليك التعرف على طرق التعامل مع هذا النقص وهناك عدة خطوات يمكن اتخاذها إليك أهم النصائح أولا يزداد إفراز هرمون الميلاتونين في الظلام لذا أحرص على تقليل الضوء عند الذهاب إلى النوم من المفيد تقليل التعرض للضوء الساطئ قبل النوم بما في ذلك الضوء الاصطناعي من الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى يمكن أيضا استخدام تطبيقات الهاتف التي تقلل من إشهاء الدوء الأزرق للمساعدة في تحسين جودة النوم ثانيا التغذية السليمة تناول وجبة غذائية متوازنة وصحية يمكن أن يساهم في تحسين إفراز هرمون الميلاتونين أحرص على تناول الأطعمة الغنية بالماغنيزيوم وفيتامين بي 6 وهي المواد الغذائية المهمة لإنتاج الميلاتونين ومن هذه الأطعمة الدجاج والتونة والجوز والسبانخ والبندق والأفوكادو ثالثا مكملات الميلاتونين يمكن استخدام مكملات الميلاتونين لتعزيز إفراز الهرمون وتحسين النوم ومع ذلك يجب استشارة الطبيب قبل استخدام أي مكملات غذائية رابعا ممارسة الرياضة ممارسة الرياضة بانتظام قد تساعد في تحسين نوعية النوم وزيادة إفراز الميلاتونين حاول ممارسة التمارين الرياضي الخفيفة إذا كانت المشكلة تكمن في صغوبة النوم ترجمة نانسي قنقر